للمرة الثالثة على التوالي خلال العام الحالي أجرت وزارة الصناعة والتجارة تعديلا على أسعار بعض المواد البترولية دخل حيز النفاذ بداية من اليوم الوزارتان فدتان الأسعار بعد التعديل أضحت كالأتي البنزين والرفيع الخالي من الرصص أصبح 2330 مليمان اللتر الواحد أي بزيادة 110 مليمات الجزوال دون كبريت 2010 مليمات اللتر أي بزيادة 95 مليم اللتر الواحد الجزوال العادي 1790 مليم اللتر أي بزيادة 85 مليم للتر الواحد البنزين والخالي من الرصص الممتاز أصبح ب2600 مليم اللتر أي بزيادة 240 مليم في اللتر الجزوال دون كبريت الممتاز أصبح ب2310 مليمات للتر أي بزيادة 210 مليم اللتر الواحد كما أكدت الوزارتان أن أسعار مواد غاز البترول الموسيل وبيترول الإنار المواجهة للاستهلاك المنزلي لم يطرق عليهم أي تغيير وفسرت الوزارتان هذه الزيادة بسعيهما لتأمين عمليات التزويد السوق المحلية بصفة منتظمة في ذل تواصل الأزمة العالمية الحالية وما تشهد أسواق الطاقة من الثربات ومخاطر تتعلق بتقلص الامدادات وارتفاع كلفة المواد البترولية هكذا الترفيع في أسعار المحروقات لم استسخوا عدنون واطنين الذين عبروا عن استنكارهم له مؤكدين أنه ستكون له أثار سلبية على باقي حاجيتهما كنت أخوي ينصب بني عندي زوزك راهة بني أخوي الغالي ما فهمي الشيء من اللي يزيدون هكذا تشوف واللي تنعبي بالدبوز ما عادش واحد ما عادش لحق لحد شيء لعلم الزوت لعليصانس لحد القيص ما عادش ما عادش موجود بالنسبة لكنا نصب طواني كنت صب مثلا بثلاثين باربين في النهار والنصب بخمسين بخمسة وخمسين معناك الزيادات ما عادش مقابل والله لا هي معقولة حتى طرف سيترو سيترو نرمال ما زيادة أكثر من لازم زيادة ياسر بالنسبة لواحد يمشي ويجيب كرهبته يمللوا الدنيا قاعدة تغلب تبعاتها في تونس وكملتوا الماندي ألمان اللي صاير حتى عنده ديز امباكت نيجاتيف ما عنا ما نعملوا حتى شيء طب توقفش كرهبتك انت مش تتلجي تصب نقص حتى مصروف دارك نقص من جيبك نقص من دخانك نقص من الدنيا كل واذا كل راجع حتى على العائلة ترفيع في أسعار المواد البترولية ترفق مع قرار الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية اللي بقاء على أضراب يومي الجمعة والسبت المقبلين في أربع شركات خاصة لتوزيع المحروقات وذلك بعد فشل الجلسة السلحية المنعقدة اليوم والتي جمعت ممثلين على الاتحاد العام التونسي لشهل والجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والشركات الخاصة لتوزيع المحروقات ووزارة السيناء